النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم قوي كلنا في الفترة الاخيرة بنحاول ان احنا نعرف معاني من كتر ما بنقابله قدامنا سواء كان في البوستس اللي بتظهر في السوشال ميديا او في بعض الاحيان بنلاقيه في خوارات الدراما اللي احنا بنتفرج عليها وهو قانون الكرمة موضوع مهم كتير مننا محتاجين نفهمه في بعض الاحيان واحنا بنحاول نوجد له شوية تعريفات على مواقع البحث الالكتروني في بعض الاحيان لقينا المعلومات الصحيحة وفي البعض الاخر لقينا المعلومات المغلوطة وفي كتير من الاوقات ما قدرناش نوصل لتعريف مبسط ان احنا نفهمه بطريقة بسيطة تعالوا نعرف مع بعض ايه هو موضوع الكرمة الكرمة هي قانون الحق الالهي ان كل حاجة انا بعملها مع اللي حواليه من مشاعر او افعال في الاشخاص المحيطين بيه وبتأثر فيهم اكيد هيجي الوقت اللي هتتردلي على طول هسمع ناس تبتدي تقول طيب ربنا سبحانه وتعالى ايه باللطوبة انا ببعض الاحيان ممكن اكون عملت حاجة غلط وبسرعة بجري استغفر واتوب للمولى عز وجل التوبة مرتبطة دايما بالافعال اللي انا بعملها غلط ان ربنا سبحانه وتعالى يسامحني وباب التوبة دايما مفتوح وربنا سبحانه وتعالى بيقبل كل اللي بيتوبوا اليه مخفرة ربنا كبيرة ووسعة وكلنا دايما بنبقى طمعانين في غفرانه وغوف رحمته طيب اما لايه موضوع الكرمة موضوع الكرمة ده بيبتدي من مجرد تولد مشاعر الاذاء او الضغينة او القره او المشاعر السلبية اللي بتبقى بيني وبين اي طرف من الاطراف المحيطة حوالي او اي شخص من الناس اللي موجودة في حياتي المشاعر السلبية دي مجرد تولد المشاعر حتى ما بننتظرش ان هي تبقى افعال الكرمة بتبقى بنفس المجدار اللي انا بقدمه للطرف الاخر سواء كان احسيس او مشاعر او فعل او نظرة او طريقة في اسلوب التعامل اللي قابلينا كمان قالوا من القلب للقلب رسول كانت من بعض التعريفات او المؤشرات البسيطة عن موضوع الكرمة يعني خلي دايما جوا قلبك الحب والخير للي حواليك عشان هم كمان رسول الخير يوصلوهم ويبقى هم كمان عندهم نفس المشاعر ليك قانون الكرمة اتفقنا مع بعض ان هو قانون الحق الالهي بيتولد من مجرد وجود المشاعر السلبية او مشاعر الاذاء لطرف قدامك يعني بالضبط كده مجيش انا احاول اقذي حد في شغله او احاول ابين قدام مديري في الشركة ان انا اشطر منه او امهر منه فاتسبب ان هو يفقد شغله اللي هو بالنسبة له مصدر الدخل في كتير هيقولوا ايوة انا ممكن اكون عملت كده وانا صغير في السن واستغفرت ربنا سبحانه وتعالى وتبت اليه بس ما فكرتش الطرف التاني اللي انا ازيته ده هيبقى وضعه ايه يعني كده القرمة دي لو انا غلط وما كنتش فهم ومدرك ما لهاش حل نهائي الحل بالنسبة لك ان انت تروح للشخص اللي انت ازيته وتعوضه بالخير بنفس مقدار الاذاء اللي انت ازيته بيه يعني ايه يعني انا خليته فقط شغله فقط شغله ومصدر دخله ورزقه يبقى انا مسئول ان انا اوجد له شغل تاني ومصدر دخله ورزق بنفس القدر اللي انا حرمته منه او تسببت في الحرمان منه فبعد الاحيان بنلاقي ناس اثناء التجارة او المعاملات المادية تسبب ان الشخص اللي قدامه مثلا خسر مبلغ بالنسبة له هو ميت جنيه على سبيل المثال طبعا الميت جنيه دي بالنسبة لي انا عندي صروة ولتكن الف جنيه هي بالنسبة لي بتمثل مبلغ بسيط بالنسبة للالف انما بالنسبة له كانت الميت جنيه دي هي بتمثل كل صروته يبقى انا القرمة اللي انا منتظر ان هي تتردلي هي كل صروتي اعتقد احنا كده قدرنا نفهم مفهوم مبسط عن القرمة خلينا نخرج من ناحية الماديات شوية ونبتدي نتجه لناحية العلاقات النفسية والاسرية اللي ما بين الزوج والزوجة هي كمان فيها كرمة المشاعر اللي انا بصدرها لزوجي من ناحية ان انا مش حاسة بتعبه ومش حاسة بمجهوده انت مش دايما مهتم بالولاد انت ملكش دور اساسي في حياتنا لسه في قدامنا طموحات وامال مادية انت محققتها لناش وبالعكس كمان الزوج كمان يبتدي يصدر لزوجته مشاعر ان هي دايما تبقى غيرانة عليه ان هي مش حاسة بالامان ان هي مش احلى واحدة جوه عيونه ان هي ما بتقومش بكل مهامها بيحاول يضغطها بالمشاكل ان هي ما يبقى لهاش وجود لحياتها هي من نجاحات ونجاحات تحققها في شغلها او في قدرتها على تحصيل العلم او ما بيسندهاش في تربية الاولاد من الاخر هي مشاعر بنصدرها لبعض خليك عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم والعدل وقانون القرمة ده احد القوانين الالهية نفس المشاعر اللي انت بتصدرها لها او اللي انت بتصدرها له هتتردلك في اي مكان وفي اي وقت وفي اي زمان بنفس القدر اللي انت تسببت بيه للطرف الاخر ممكن تتردلك من الاولاد لما يجبروا في مجال شغلك في مجال الاصدقاء من النواحي العائلية بينك وبين عيلتك من الاخر الكرمة مش هتروح طيب احنا تكلمنا عن الكرمة وخفنا منها وبقينا حذرين وبقينا عندنا وعي الابسط النقاط والمشاعر اللي بيننا وبين بعض طب وبعدين هناخدها ازاي من الناحية الايجابية اللي احنا متعوذين ناخد بيها كل الامور خلي الكرمة اللي عندك تبقى كرمة الخير كرمة الحب وكرمة العطاء تعود دايما ان انت تدعم اللي حواليك ان انت تساعد اي حد محتاج ان انت لو لقيت حد ماشي في طريق غلط تاخد بايده وترجعه للطريق السليم خليك عارف ان كل خير وكل مساندة وكل عطاء انت بتقدمه هيتردلك بالقوانين الالهية قانون الكرمة ان النهاردة وقفت مع موظف لسه صغير عندي في الشركة خدت بايده ساعدته انه بقاله ما كانته في يوم من الايام هيتردلي نفس الموقف هيتردلي نفس المشاعر الايجابية ونفس الفرحة ونفس النجاح اللي انا خليته يتولد جواه ربنا سبحانه وتعالى هيردهولي دايما جواه خلي دايما كرمتنا كرم العطاء وكرم الخير وكرم الحب والمحبة اللي بيننا كلنا يومكم خير يا رب قلبك ابيض وقلبك ابيض اشتركوا في القناة